أهلا وسهلا فيكن بحلقة جديدة من بودكاست يلي سعى جانا أنا دكتور جانا بورسلان واليوم الحلقة عن إذا أسهل لإلنا عن جد نلاقي الشريك وبسعينا وبحثنا ويلي سعى جانا بالآخر بنجني حقيقة أشياء وثمار العلاقة أم بالواقع لا والله هي أسهل إذا أصلا ما منلاقي هيدا البودكاست إنتاج حكواتي يعني معروفة قدية عملية المواعدة فيها إجهاد للنفس والروح والجسم لأنه منكون بدنا نطلع بأبها شكل وأبها حلة بدنا فعلا نشتغل كتير على حالنا لحتى مش بس نلاقي الشريك نضل ونعمل على إنجاح العلاقة وا 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 يعني بتكتر الأشغال والمهم الحقيقة إنه نحن فعليا لأسهلنا نلاقي الشريك ونبحث عن الشريك أو هيدا بصراحة ادعاء يعني منفكر هيك بوعينا بالوعي طبعنا نقول إيه ويلا وعم نبحث وعم نشوف وام دايتينج وما بعرف شو بس بالواقع إنه الأسهل يمكن يكون ببساطة عكس اللي عم نفتش عليه لأنه هتلا منبلش باللأنه بتكون جاهزين يعني قدي احتمال إنه واحد عن جد عن جد يلاقي شريك يسميه هيدا رفيق روحي سول ميت طبعي قدي بده شغل وبده وعي وبدنا نكون نحن أصلا بالتقدم والنمو وتطور طبع روحانياتنا والشغل على يعني أول أول عامل بيختر عبالي صراحة نطج العاطفة قدي منفهم عواطفنا ومنعرف نحددها ومنعرف نسميها نكملكن ومنعرف نديرها وقدم نعرف ندير عواطف غيرنا لما نعرف شو حاسس هالشخص ونقدره وإخر الشي ناخد القرار الصح لأنه يعني بعد ما أنا قوعى وسمي عواطفة يعني هو أول وثاني لفل أو مستوى وقوعى وسمي عواطف الشخص الآخر ثالث ورابع مستوى الخامس هو اتخاذ القرار المسؤول أنا هلأ شو بتصرف فيها قد بدي شغل وقد بدي وعي وانتباه وهذا شغل دويم يعني هدا مشروع يومي وإلى الأبد مش أنه يوم واثنين وخلص أنا ضمانت العلاقة ولا حطيتها بجيبت الصغيرة ما في هيك وسبب تاني أنه قد ندخل لنتعرف يعني ندخل على تعارف أو علاقات تنقول بدايتها ماشي الحال سليمة مشرفة بس بعدين كأنه في ألم كأنه هالأمل أنه نلاقي ونبحث نهايته كل مرة عبيطلع كأنه فيها بين ألم وأمل يعني معلاش فينا نرتب شوية الأحرف يكونوا محلهم يعملون إسقاط كل واحدة بمحلة خلينا نظل مأملين بس غالبا وأحيان كتيري الواقع غير هيك منطلع منتعرف ومنتعرف ومنتعرف ويلا باي 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 مع السلامة ليه هيدا ما نصبني وهيدا هيك وهيدا هيك فكل ما نتعرف على ذواتنا ايه نعم ما حدا بينكر أنه بيصير القرار يعني بيصير عن وعي أكتر بيصير عارفة ليش إذا قلت ايه نعم يس لهالشخص وليش عم بقول لا مش أنه يلا إجا عمر هلأ بدي أتزوج وبدأ أرطبيط فهيلا فلان منيح المعايير واحد اثنين ثلاثة حسب كتالوج المجتمع أو حسب أمي وباي شو بدون أو أنا بعدني ما اختبرت نكون أحيان غير ناضجين أو ناضجين بس مش بكافة المراحل أو المناحة يلي بشخصيتنا فمنختار وبعدين مننضم منقول ييه ما طلع مناسب أو ما مش متل ما أنا بدي وسبب آخر وثالث ليش معقول حقيقة نكون من جوه أسهلنا نضل لحالنا من أنه نلاقي شريك بعد البحث هو الداهية ممكن تكون هيك gratifying تعطيني شعور حلو لذيذ بالإمتنان أكتر أنه ابحث وفتش وضل عندي أمل من أنه يا هلا بده هو يجلس فيي هالأشياء وأنا إذا علاقة متينة وعلاقة مضبوطة بده تعمل scratching وتبلش عن جد تبين الطبقات والطبقات ما تحت العلاقة السطحية اللي هي عملينية إنه بس يلا أخدتك وأخدتنا كرمال نحنا شو بعرف نيمكن في ناس بيتجوزوا كرمال المصاري أو كرمال يطلع لهم بيت أو يطلع لهم ولد أو 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 بس إذا واحد بده يشتغل عليها بطريقة روحانية يعني ينمي ويغذي تطوره بالمنحة الروحانية يصير إنسان أفضل يصير عنده نضج عاطفة أعلى وفعلاً بذكرهم ورا بعض لأنه ما معقول مثلاً عم تتخيلوا شيء ما بدي أقول شيخ أو كاهن أو أو شخص بودة أي شخص متدين عم تتخيلوا ما عنده نضج عاطفة عم تتخيلوا عبينفعل فجأة أو عبينفعل فجأة أو عبينخد الأشياء شخصية أو سألوا سؤال أم رد بنبرة فيها نوع من العدائية أو الهجومية أو ما منخلص أو الاندفاعية فنعم هن مربوطين ببعض وبطريقة وثيقة قوية فالأسهل أحيان إنه خي بلا ما طورك واتطورني هلأ خليني هيك بلغة الحب الحالمة وخليني شوف إذا رح التقى بهذا الشريك فياس أحيان عن جد أسهل إنه واحد يكون لحاله وما عم سوق له عم بحكي عنا كطرح مش أكتر أنا لا مع ولا ضد لأ أنتو خبروني بعدين بالتعليقات بس فعلا في ناس يمكن عم بطرح إشكالية تانية أو سبب من هالأسباب اللي عم بعرضها اليوم أمامكن من مبدأ العرض والإستعراض فقط وليس أنه أنا ميالي لأتبنى فكر معين هون أو هون لا مع ولا ضد يا ما شايفي ناس سنجل أوكي ومش مبسوطين ومبلا شايفي ناس مش مرتبطين وكتير ساعدين أكتر من الثنائي والمزوجين فما أنه قاعدة يعني مش دايما المزوج هو وحيد وزوجه تاركه أو بالعكس في ناس كتير راضين وفي ناس لا بس الأهم أنه اليوم الفكرة هي شوي فيها هيك خلينا نقول فيها مش غرابة بس تعرفوا الإيروني يلي موقف بتفكر حالك أنت عم تسعى وبدك تبحث لعليه أو هيك وآخر الشي بيطلع الأسهل هو لا تبحث ولا تلاقي ولا شي تضلك سنجل يمكن هيك الأسهل ما مش بالضروري الأفضل مش كل شي سهل هو الأحسن فواحد من الأسباب ليش هيك أسهل إذا واحد ضل لحاله يمكن أنه طيب ما اختبر الحب فأنه بالطالب يخفف على حاله احتمال وجه على القلب صح؟ ف يعني هيك بس نطرحها كفكرة مثل ما هي ونرجع نقول أنه كم مرة هذا الشخص بده يجرب ويحاول طب أول تجربة ما كانت جيدة والتاني والرابعة والسادسة والعاشرة آخر شي بيقول لك خالص يا خي كل وقت بدي لقب هالناس الغربة وقعد تعرف وعرفوني ودلوني وخدوني وجيبوني خالص ما بدي هالشغل بيصير بيصير يتجه نحو الأسهل بيقولولها باليوغا the path of least resistance يعني الطريق يلي هي فيها مقاومة نفسية وعاطفية أقل أما لما كل شي بدي اعط حارب وبيدي واجه نفسي وبيدي اتصارح مع حالي وليش عم بتصرف لشك أنه أحيان دماغنا قصد طي يحمينا بيغيب عنا أشياء بده يعترف فيها طب منه جاهز حابب يقعد بالدنايل أو حالة الإنكار لأنه أسهل ايه فلهيك بيقولكم مع بقول الأسهل والأفضل أو الأكتر نموا وتطورا لا بس أنه حرفيا ايه في كتير أسباب ليش واحد ما يفتش على شريك هو الطريق الأهيان ولا كتير ناس بتكون بعض زيد يلا منكمل فكرة أنه اليوم واحد يضل عم بلاحقك تعال هون ليش حكيت هيك أو يي ليش هيك هون فشلت بكذا وكذا مثل كأنه بمحل فتح لك كتالوج وقاعد عم بيعالج لك أمورك يعني ما تقولولي أنه البارتنر أو الشريك ما منمرق بأحيان بيكون مثل الحسيب والرقيب تعرفون لهي دول فبمحل ما بيبيننا والعلاقة بتبيننا أشياء بعد لازم نحن نشتغل عليها وتبراش أب هسكل ونشتغل هون ونشتغل هون أما بيبقوا بيبقوا أشخاص مش بعلاقة لحالهم صراحة بيقلك بتعريف ولشو كلها في الشغل أنه مش كل شخص أن ولد على الكرة الأرضية وعى سطحة بده أو حابب أو عنده حاجة أنه يشتغل على حاله في ناس بيعرفوا أنه عندهم صدمات وبيعرفوا عندهم تراما وبدون يخبوها ويتركوها بالخزانة وبدون يتطلعوا فيها طب ما هاي نوع من ممارسة الحرية كمان ما فينا أجبر كل شخص بلا تعال هون أنت لازم تدخل بعليق أو العليق بتطورك يا عمي ما أنه جاهز لا بدو يتطور ولا بدو يتحرر ولا شي منيح فمنصير ندعي أنه ي كل اللي قابلتون ما نوجزبين يف يا ربي مضللين أو صراحة بضجره يعني جرط أو يا الله أنه فليت من الحفلة وتركتها قبل ما تعرفت على مجموعة من الناس لأنه أصلا الأغلبية تأخروا تيوصلوا أو عجبتني هالصبية بس والله ما رجعت عدة الاتصال فيها خلص راحت يا الله أو أنه أنا حب ونحب يا الله شو بتكون شغلة حلوة بس يمكن اخترنا أشخاص كتير بيسافروا أو كتير عندهم انشغالات غير أولويات غير شو صار ومنصير نعد هالأسباب اللي بتخلينا نشعر بالخزلين وشو صار وشو ما صار وكذا وكذا وآخر الشي نوقفك على نقطة أنا طب حسب بالأمان شو الشي اللي بيخليني أنه حسب الأمان آه معتقداتي طب شو هني معتقداتي قبل ما أعمل رزق لكل هيدول يا ربي قلبي هلأ بدأ أقعد خلي شخص ياخدني ويجيبني وارجع حسب الهشاشة واشعر كل مشاعري ويشتغل علي وأنا أشتغل علي بلايها خلصنا بقى خليني كون بلا بارتنر وشو علي وبحس بالأمان وما سير نقنع حالنا بأشياء يمكن هي قناعات حقيقية ويمكن نحنا عم نقنع حالنا فيها في بعض الأشخاص بيكونوا أشد من الآخرين وبيعترفوا بالأشياء مثل ما هي وبيقولوا هيت أشوف أنا قيمتها بصير جاهز كون بعلاقة مع غيري هل عامل كل اللي علي كل اللي باستطاعت وبقدر فيه وعلي يعني فيه فضل أنا مفضل على حالي بهالشغل ومفضل على العلاقة أو لا رايح عندي كتير إشكاليات مع علاجتها وجروحات من الماضي بعدها نمطيا بسلوكي بتبين بطريقة متكررة وأنا نافضة إيدي وعم قول وما خصني وشو بدي أعمل وأنا هيك وأنا طبعي هيك ف ما عم نحكم عم نحكي بصيغة حقيقة وصفية مش عم نحكم ونقول صيغة حكمية ويعيب الشوم ويه وما بيسوا بس عم نقول بيه الخاتمة إنه في كتير أشخاص فعلا عم يبحثوا عن الحب وفعلا بيفكروا بواعيهم إنه هني بدون شريك بس هني الأسهل لهم يضلون لحالهم تمنى تكون عجبتكن هالحلقة المميزة من بودكاست ياللي سعج أنا وأنا بانتظار كل تعليقاتكن إذا عندكن أسئلة أو أي شي حابين توجهوا لي بيقلكم إنه السوشال ميديا هاندلز مثل التيك توك الإنستغرام والفيسبوك كلهم موجودين بصندوق وصف الحلقة ما تنسوا تعملوا متابعة فولو سبسكرايب على كل هالقنوات وبشوفكن الأسبوع الجاي بحلقة جديدة باي اشتركوا في القناة